تاني مواقف حصلت بينك وبين حضرته بين حضرتك وبين رئيس كان يروح ودر راحة في العشر الأخر من رمضان يعتكف ودر راحة في جنوب سينة اللي هي المكان اللي سيدنا موسى القصة بتاعت سيدنا موسى لما أكلم الله موسى تكليمها في هذا المكان فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارة في الحتاد قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون وقيل إنه كانت مرات سيدنا موسى حامل ما نعرفش في ولادة لعلكم تصطلون فلما أتاها نودية من جانب الطور الأيمن في البوقعة المباركة من الشجرة من الشجرة أيها موسى إني أنا الله رب العالمي وأنا ألقع صار وحصل اللي حصل ده فهوكا كنا في إفون كان بيروح المكان ده يعتكب فيه العشرة الأواخر وكان الموقف أول يوم قاعد على الحصيرة مثلا أنا قاعد هنا وهو قاعد كان فيه استراحات صغيرة كده بالنم فيها ونوعه تفاول مكاتبنا والحاجات دي للرياسة فقط ولا للناس عموله لا لنا للرياسة فقط ما عرفش إيه معمولة استراحات كده خشبية كتشرك النيل الكابريت اللي عاملاها لنا استراحة وهو ليه استراحة بينما يعطفين واستراحة شؤون العاملين واستراحة المركبات كده فهو قاعد مثلا عند المسرح كده وعلى الأرض وعلى الرمل على حصيرة وانا قاعد على حصيرة وقالوا لي الرئيس بيقول لك اقرأ اقرأ منش مسامح نعطن في الهوى في الصحراء منش مسامحوا لأن الهوى بشت تصير تجاوه بيودعه فبيقول ما تقرأ اللي بتقرأ هزحق راح واحد من الرئاسة عم عالم الدين كالرئيس الشؤون العاملين اللي راح مدينة اه في مدينة ريبة هناك اسمها التور جب بسانت كاترين جب بسانت كاترين احنا نشوف نشوف الكنيسة بتاع سانت كاترين على بعد كده نشوفها في بلد هناك يعني ثلاثة كيلو راح جاب ميكروفون هورن وبطارية شايلة ما احنا قادم في الهوى نجيب من البلد دي من البلد جاب بطارية لأن نجيب سورس من الكهرباء ازاي بطارية ومايك وامبلفاير وحطنا ميكروفون على الكرسي وقاريت سمع بقى كل يوم العصر كل يوم العصر حتى كان يختار الآية ايه رسول الطاها على شامتها القصة بتاع سيدنا موسى برضو بس بطريقة تانية يعني سورة طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوة والسماوة العلا الرحمن على العرش استوى لهما في السماوة في الأرض وما بينهما ما تحت السرى ولأتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبودني وأقم الصلاة لذكري يعني الآيات مختلفة عن صورة القصص اللي أنا قلتها قبل كده وبعدين صورة النمل اللي برضو فقاها نفس القصة بس عجاز القرآن بقى بتتقال بتفاصيل وبإجاز وبطريقة تانية القرآن يعني القرآن معجز إعجاز يعني لما لما أرأي مثلا هتفتكر حضرتك لو قاريتها لو قلتها يا بعضها ايه رأيك تفاصيلها وكل شيء ينفصل لا لا أنا أقصد أنا بتلائم يا فندم يعني بتلائم عايز أسمع حضرتك بتقراب آه يعني يعني حضرتك برضو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ويقرى كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ويقرى كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم